أيها الإخوة الأحباب ذكر الله عز وجل العلماء يقولون هو سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وسعادة الإنسان في الآخرة يكفي أن هذا الذكر به يطمئن القلب كنا بنقول أنه اذكر حتى يضيء قلبك اذكر حتى يذكر قلبك مع لسانك وإذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى كان هذا الذكر سببا لطمئنة القلب يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك قالوا إن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا مأخوذ من قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أبو الحسين الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالإنسان العاقل هو الذي يكثر من ذكر الله عز وجل أو يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن إنه يكثر من قراءة القرآن طب ما عندوش وقت يقرأ القرآن يبقى يسمع القرآن يستمع عايزين بيوتنا تبقى مكان لتلاوة القرآن مش للأغاني الماجنة والكلمات الساقطة والكلام ده لا عايزينها تبقى مكان لذكر الله عز وجل لأنه بذكر الله وبالقرآن تحل البركة في البيوت وتهدأ النفوس وتحل السعادة في البيوت الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله الشيطان يقول لا مبيت لنا وإذا ذكر الله عند طعامه قال لا عشاء لنا لكن إذا دخل الإنسان بيته فغفل عن ذكر الله فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركنا المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركنا المبيت والعشاء يبقى من أراد أن تطرد الشياطين من بيته ما يشغلش أغاني من كلمات شياطين الإنس كلمات ماجنة كلمات تدعو إلى الفجور وإنما دايما يبقى فيه ذكر الله عز وجل وقرآن في البيوت السيارة ونركب السيارة كده إن ما استطعتش أن أنا أذكر أستمع لي الذكر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون وإذا كان الاستماع للقرآن يجلب الرحمة فكيف بتلاوة القرآن فأعظم الذكر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وطمأنينة البيوت وحياة القلوب وطمأنينة القلوب تأتي بذكر الله سبحانه وتعالى ويكفي أننا بذكر الله سبحانه وتعالى تحل البركة كان النبع عليه الصلاة والسلام يقول تبارك اسمك وتعالى جدك من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره تعالى جدك يعني تعالى تعظمتك تبارك اسمك يعني كثرت بركة هذا الاسم المبارك اسم الله عز وجل لما يذكر على شيء تحل فيه البركة ما ذكر على عسير إلا يسره ولا ذكر على قليل إلا كثرة فلنعلم أنفسنا هذا ولنكثر من ذكر الله ولنعلم أولادنا ذلك أن يكثروا من ذكر الله عز وجل نعلمهم الأذكار نعلمهم أن يحصنوا أنفسهم لأن ذكر الله عز وجل حصن للمسلم فيبقى الإنسان ببركة هذا الذكر في معية الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني والمعية هنا معية خاصة تقتضي الحفظ والرعاية وتقتضي النصر وتقتضي التأييد فنكون في معية الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكرنا لله عز وجل فلنكثر ذكر الله عز وجل على كل حال ولنتذكر حكمة ابن عطاء الله رضي الله عنه ورحمة الذي قال لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقضى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا له ذكارين له شكرين له مخبتين منيبين إنه ولي ذلك والقادر عليه